وجود يومئذ النامة السيدة راضية في جنة العالية لا تسمع في براغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع ايه يا اشياء ناعمة لسع الغاضية في جنة عالية لا تسمع فيها الغاضية فيها عيد تارية فيها سر مرفوعة الله لا تسمع فيها الغاضية فيها عيد تارية فيها سر سر مرفوعة وأسوار مرضوعة ونمارق مصقوفة وجرابي مبسوسة افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمساطقه أفلا ينظرون الى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الجبال كيف يمكن وإلى الجبال كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمغاطر إلا ما تولي وكسرة يعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إنا علينا حسابهم إن إلينا عيابهم ثم ثم إنا علينا حسابهم والفلو 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 وليام العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم بسم الله بسم الله الرحمن والفلو 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 الله 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 برمذاة العماد التي لم يقلق محلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالوادي وفرعون بي أوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا في ذا الفساد فصر بعد إذن ربك سوط عذاب إلا ربك نبيل رصاد فأما الإنسان إذا مذتلى ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مذتله فقدر عليه رزقا ونعمه فيقول ربي أهانا بل لا تكرمون اليسيم ولا تحبون عباد عامر مسكين وتأخذون التراث أكلاً لماً وتحبون المال خباً جماً كلا إذا ذكت الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بدانما يومئذ يتذكر الإنسان جاء له أنه وأنه لذكاً يقول يا من أنتني قدمت لحياتي الله فيوما إذ الله يعزب وعذابه أحد ولا يوشق وزاقه أحد يا أن يتبى النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخذي في عبادي وأدخذي جنتي فادخ الله العظيم